اشتركوا في القناة وسوف يكون كلامنا اليوم خاص بخصائص الضوء والطيف الكهروماناطيسي ومكوناته وخصائصه فلنبدأ كما تعودنا بالأهداف المطلوب تحقيقها من الدرس الهدف الأول أن يتعرف الطلاب على نوع موجات الضوء من حيث كونها موجات ميكانيكية أم هي موجات كهروماناطيسي الهدف الثاني أن يناقش الطلاب خصائص موجات الضوء الهدف الثالث أن يتعرف الطلاب على مفهوم الطيف الكهروماناطيسي الهدف الرابع والأخير أن يتعرف الطلاب على مكونات الطيف الكهروماناطيسي والخصائص الهامة لكل مكون منه نبدأ على بركة الله بشرح موجات الضوء بيقول لي أن موجات الضوء ديت هي عبارة عن موجات كهروماناطيسية يمكنها الانتقال عبر المادة والفراغ بإذن من المميزات اللي احنا بنتكلم عليها في البداية أن الضوء عبارة عن موجات كهروماناطيسية يمكنه الانتقال في الفراغ علشان كده بنقدر نشوف ضوء الشمس وبيوصل لنا ضوء الشمس لأنه عبارة عن موجات كهروماناطيسية بينما لا نستطيع سماع الانفجارات التي تحدث على سطح الشمس لأنها موجات الصوت وموجات الصوت كما أخذنا في الدرس السابق هي عبارة عن موجات ميكانيكية تعالوا نجرى مع بعض ونتطلع كتاب الطالب في ليلة صافية يبدو القمر ساطعا حيث تنتقل موجات الضوء المنعكسة عن القمر في اتجاه الأرض وتنتقل موجات الضوء عبر المادة مثلها في ذلك مثل سائر الموجات كما في موجات الصوت أو الماء ولكنها تختلف عنهما في امكانية انتقالها عبر الفراغ يبقى اللي بيميز موجات الضوء عن باقي الموجات الأخرى اللي احنا درسناها قبل كده ان هي موجات كهروماناطيسية يمكنها الانتقال عبر الفراغ فانت ترى القمر على الرغم من عدم وجود مادة في الفراغ بين الأرض والقمر وكذلك يصل إلينا الضوء من النجوم والمجرات البعيدة عبر الفضاء الصحيق الذي لا تشغله أي مادة لأن الضوء ده التعليل بتاعنا لأن الضوء عبر عن موجات كهروماناطيسية والموجات الكهروماناطيسية يمكنها الانتقال عبر المادة والفراغ ده شرح مبسط للموجات الكهروماناطيسية وزي ما خدنا في بداية درس الموجات في الدرس الأول أنها عبر عن موجات بتتكون من مجالين المجال الأول عبر عن مجال كهربي واللي ملون هنا باللون الأزرق والمجال الثاني عبر عن مجال كهروماناطيسي وكلاهما متعامد على الآخر وكلاهما متعامد على خط اتجاه انتشار الموجة الموجات الكهرومغناطيسية عبر عن موجات تتكون من مجالين متزبزبين أحدهما مجال كهربي والآخر مجال مغناطيسي متعامد أحدهما مع الآخر ومع اتجاه انتشار الموجة إذن تعلمنا أن الضوء عبر عن موجات كهرومغناطيسية يمكنها الانتقال عبر المادة والفراغ وتتكون الموجات الكهرومغناطيسية واللي منها موجات الضوء من مجالين مجال كهربي بيتزبزب على مجال مغناطيسي وكلهما عمودي على الآخر وكلهما عمودي على خط اتجاه انتشار الموج هيا ندون ما تعلمنا ماذا نريد أن نعرف نريد أن نتعرف على الموجات الكهروماناطيسية تعلمنا ايه؟ تعلمنا الموجات الكهروماناطيسية هي عبارة عن موجات يمكنها الانتقال عبر المادة او الفراغ وزي ما اتفاجنا من شوية نعبارة عن مجالين مجال كهربي ومجال مغناطيسي وكلاهما متعامد على الآخر وكلاهما متعامد على خط اتجاه انتشار الموجة تعالوا نتكلم عن سرعة الضوء بيقول اللي علاك شاهدت في بعض الأفلام الخيالية مركبات فضائية تسافر بسرعة أكبر من سرعة الضوء في الواقع وفي الحاجية الكلام دوت مش طبيعي ومش صحيح لأنه ما فيش أي حاجة في الدنيا كلها تقدر تمشي أصلا بسرعة الضوء لأنه لو عرفنا سرعة الضوء سرعة الضوء يا جماعة بتوصل لـ 300 ألف كيلو متر لكل ثانية يعني الجسم اللي بيتحرك بسرعة الضوء المفروض أنه هيقطع مسافة مقدارها 300 ألف كيلو متر في ثانية واحدة وده طبعا غير معقول بالمرة فضوء الشمس يقطع مسافة 150 مليون كيلو متر تقريبا ليصل إلى الأرض خلال 8 دقائق ونصف دقيقة فقط الضوء اللي بيوصل لنا من الشمس جبل ما بيوصل لهنا من الشمس بيكون قطع مسافة مقدارها 150 مليون كيلو متر عشان يمشي المسافة دي الضوء الشمس بياخد من الشمس لحد ما يوصل للأرض زمن قدره 8 دقائق ونصف دقيقة يعني 8 دقائق وحوالي 30 ثانية لكن عند انتقال الضوء في أي مادة فإنه يتصادم مع دقائق المادة فتقل سرعته ولذلك فإن سرعة الضوء في الفراغ أكبر مما في المواد الصلبة وسرعة الضوء في الزجاج مثلا بتساوي 197 ألف كيلو متر لكل ثانية ليه؟ بسبب التصادم بين موجات الضوء وجسيمات المادة المكونة للمادة الصلبة التي ينتقل الضوء خلالها يبقى إذن نقدر نقول أن سرعة الضوء في الفراغ كبيرة جدا 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 وبتوصل لحوالي 300 ألف كيلو متر لكل ثانية بينما سرعته في الأجسام الصلبة زي الزجاج بتقل بسبب التصادم بين موجات الضوء وجسيمات المادة وبتوصل في الزجاج لـ 197 ألف كيلو متر لكل ثانية وده برضو سرعة كبيرة جدا من الصغير تعالوا نتكلم عن الطول الموجي للضوء والتردد بتاهم بيقول هل يمكنك تقدير طول موجة الضوء؟ بسبب صغر الطول الموجي للضوء فإنه يقاس بوحدة صغيرة جدا 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 تسمى نانو متر والنانو متر الواحد عبارة عن جزء من بليون جزء من المتر فطول الموجي للضوء الأخضر مثلا هو 500 نانو متر أو 500 جزء من بليون جزء من المتر يعني لو افترضنا أن احنا معانا مصطرة طولها متر هنجسم المصطرة دية لبليون جزء النانو متر جزء واحد بس من البليون دول ويكون تردد موجة الضوء التي لها هذا الطول الموجي 600 تريليون هيرتز يعني بمعنى أصح أن الضوء له أطوال موجية صغيرة جدا 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 عشان كده بتقاس بوحدة اسمها النانو متر بينما له ترددات كبيرة جدا 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 زي طول الموجي اللي احنا تكلمنا على أنه دوت اللي هو مقداره 500 نانو متر بيكون التردد بتاعه 600 تريليون هيرتز خصائص موجات الضوء بيقول لموجات الضوء وجميع الموجات الكهروماناتسية هي عبارة عن موجات مستعرضة لأن زي ما اتفاجنا قبل كده في الدرس الأول وزي ما أخذنا أن الموجات لها قسمين موجات ميكانيكية وموجات كهروماناتسية واتفاجنا أن الموجات الميكانيكية كان فيه منها طولية ومستعرضة أما الموجات الكهروماناتسية فكلها موجات مستعرضة تذكر أن الموجات المتولدة في الحبل المهتز مستعرضة لأنها تتحرك في اتجاه عمودة على اتجاه انتشار الموجة فعندما تنتقل الموجات الكهروماناتسية خلال المادة تجعل دقائق المادة تهتز في اتجاه يتعامد مع اتجاه انتقال الموجة تتكون الموجة الكهروماناتسية من جزئين زي ما اتفاجنا في بداية الدرس مجال كهربي ومجال مغناطيسي كما يبين الشكل 17 وكل جزء يسمى مجالا وهتذبذب في اتجاه عمودي على الآخر ويسمى عدد الاحتزازات التي يحدثها المجالان الكهربائي والمغناطيسي في الثانية الواحدة تردد الموجة علشان كده باللاجع أن الترددات بتاعت الموجات الكهرومانصية بيكون كبيرة جدا أما الطول الموجة فهو المسافة بين قمتين متتليتين أو قاعين متتليين لتذبذب المجال الكهربي أو المجال المغناطيسي والتي تجريبا بيكون الطول الموجي لهم موحد ومتساعد تعالوا نتكلم عن خاصية ثانية من خصائص الضوء واللي هي شدة موجات الضوء تعد شدة الموجات مقياسا لمقدار الطاقة التي تحملها هذه الموجات أما عن الضوء فإن شدة موجاته تحدد بمقدار سطوع الضوء فالضوء الخافض له شدة منخفض لأن موجاته تحمل القليل من الطاقة وعندما تبتعد عن مصدر الضوء تتشتت طاقته فتقل شدته تعالوا نتكلم عن جزء تاني من الدرس واللي نتكلم فيه عن الطيف الكهرومغناطيسي وتعريفه ومكوناته وأهم خصائص كل مكون من مكوناته بيقول لله تنحصر الموجات الكهرومغناطيسية في موجاته الضوء فقط فهناك طيف كامل من الموجات الكهرومغناطيسية يسمى الطيف الكهرومغناطيسي Electromagnetic Spectrum وهو عبر عن ماذا كامل لكافة الترددات الكهرومغناطيسية وأطوالها الموجية يمثل أحد طرفي الطيف الترددات المخفضة أما الموجات التي لها أطوال موجية كبيرة وتحمل القليل من الطاقة أما على الطرف الآخر فتقع الترددات العالية واللي بتكون لها طاقة عالية جدا التي تمثل موجات لها أطوال موجية قصيرة جدا جدا وتحمل طاقة كبيرة جدا جدا واللي أشهرها موجات جامع والأشعة الصينية والأشعة فوق الحمراء أما الموجات الثانية اللي هي لها ترددات منخفضة وطاقة قليلة فهي بتتمثل في موجات الراديو والمايكرويف والأشعة تحت الحمراء وكافة الموجات من موجات الراديو إلى الضوء المرئي إلى أشعة جامع تمثل موجات الطيف الكهروماناتيسي ولا يختلف أي منها عن الآخر إلا في التردد والطول الموجي والطاقة التي تحملها بينما لو لاحظنا أن سرعة الموجات الكهروماناتيسية كلها وحدة واللي بتساوف الفراغ تقريبا 300 ألف كيلو متر لكل ثانية اللي بيختلف معايا بس اللي بيختلف معايا أن العلاقة عكسية بين التردد والطول الموجي يعني كلما كان التردد كبير جدا كلما نلاقي أن الطول الموجي للموجات ديها تصغير جدا جدا زي اللي شفنا من شوية واللي كان 500 نانو متر كلما كان الطول الموجي كبير كلما كان التردد بتاعها أقل عشان يطلع نفس النتيجة في نفس الوقت 300 ألف كيلو متر لكل ثانية لأن احنا خدنا جبل كده أن سرعة الموجة هي عبارة عن حاصل ضرب ترددها في طول هالموجي والنتيجة لازم تكون سابتة 300 ألف كيلومتر ده شكل بيوضح لي مدى الترددات والأطوال الموجية للطيف الكهروماناتيسي والتي تبدأ معايا بأشعة جامعة والتي تعتبر أقوى الموجات الكهروماناتيسية وأكثرها طاقة والتي هي لها تردد عالي جدا بينما أطوالها الموجية منخفضة جدا زي ما احنا شايفين المسافة بين القمة والقمة التي تليها صغيرة جدا والمسافة بين القاع والقاع الذي يليه صغيرة جدا لما ننزل أسفل منها أو الأجل منها شوية في الطاقة هنلاجي الأشعة الصينية والأشعة الصينية بتكون أطوالها الموجية أكبر شوية من أطوال أشعة الجامعة بينما ترددها أقل أجل منهم شوية موجات فوقها بنفسجية الموجات الأشعة الفوقها بنفسجية بتكون أجل شوية من أشعة الصينية في المنتصف بنلاجي موجات الضوء المرئي واللي العين بتقدر تستحملها وبتشوفها وبتحدد لنا رؤية الأجسام أجل منهم بالنجي تزايد الطول الموجي بيديني موجات الأشعة تحت الحمراء في الأقل بالنجي موجات المايكرويف اللي هي أقل في الطاقة أجلهم في الطاقة وأطولهم في الطول الموجي موجات الراديو اللي ليها أقل تردد وأعلى طول الموجي تعالوا نتكلم بشيء من التفصيل عن مكونات الطيف الكهروماناتيسي ونبدأ بالأجل في الطاقة أمواج الراديو والمايكرويف يعبر عن موجات تنتقل إلى أجهزة التلفاز والمزيع في منزلك يعبر عن موجات الراديوية والأطول الموجية لها تزيد عن 3 من 10 متر ويصل الطول الموجي لبعضها آلاف الأمطار وأقصر الموجات الراديوية تسمى موجات المايكرويف حيث يتراوح طولها الموجي ما بين 1 من 1000 من المتر إلى 3 من 10 من المتر وتستخدم هذه الموجات في تسخين الطعام في فرن المايكرويف وتستخدم كذلك في إرسال واستقبال المعلومات عبر خلايا الهاتف النقع اللي هي موجاته الهاتف النقع نيجي للجزء الثاني من الموجات وهو موجات الأشعة تحت الحمراء اللي هي اللي بتسبب الحرارة اللي قادمة من الشمس بيقول عندما تستخدم جهاز التحكم في التلفاز اللي هو الريموت كنترول اللي بنشغل به التلفزيون أو الرسيفر بتاعنا فإنك ترسل موجات تحت حمراء يستقبلها مجس خاص بالتلفاز اللي هو السنسور اللي بيكون موجود في التلفزيون وللموجات تحت الحمراء الانفراريد ويف طول موجة تراوح ما بين واحد من ألف من المتر إلى سبعمائة جزء من بليون من المتر وتصدر جميع الأجسام السخينة موجات تحت حمراء ونظرا إلى هذه الخاصية في الأجسام تستخدم الجيوش وفرق الإنقاذ وغيرها نظارات أو مناظير ليلية خاصة حساسة للموجات تحت الحمراء لكي تحدد مواقع الأجسام السخينة أو الأشخاص في الظلام واللي أنتوا أكيد شوفتوه في الأفلام الأجنبية بتلاقي في الليل كده في الظلام ما فيش حد شايف حاجة لكن بيستخدموا منظر معين بيديك ضوء أخدر كده للشخص وهو بيتحرك اللي هو اللي هي المناظير اللي بتستخدم الأشعة تحت الحمراء في الرؤية الضوء المرئي والألوان بيقول من بين الموجات الكهراماضية هناك حزمة مميزة تنحصر أطوالها الموجية ما بين 400 و700 جزء من البليون يعني ما بين 400 و700 نانومتر والسبب تميزها أن هذا الجزء من الموجات هو ما يتمكن الإنسان من رؤيته ولذلك يسمى الضوء المرئي ويبعين الشكل 19 اللي هنشوف بعد شوية كيف ترتبط الأطوال الموجية المختلفة مع ألوان الضوء المختلفة فالضوء الأبيض ومنه ضوء الشمس الذي نراه أو ضوء المصباح اليدوي يتركب من ألوان مختلفة ويمكن التأكد من ذلك باستخدام منشور لو أنت جبت قرص مدمجي اللي هو السيدير والسي دي وحطته في الشمس كده بتلاقي أن ضوء الشمس تحلل على القرص دوت لسبع ألوان اللي احنا عارفينهم باسم ألوان الطيف أو لو أنا جبت منشور زجاجي عشان يحلل الضوء دوت ونزلت عليه الضوء الأبيض في سقط من الشمس أو حتى من مصدر ضوء قريب هيحلل الضوء الأبيض دوت لألوان السابعة اللي تسمى بألوان الطيف فعندما ينفذ الضوء الأبيض عبر المنشور فإن الأطوال الموجية المختلفة تنكسر بمقادير مختلفة فتظهر الألوان المختلفة أو يكون انكسار الضوء البنفسجي هو الأكثر لأن له أقصر الأطوال الموجية المرئية في حين يكون انكسار اللون الأحمر هو الأقل ده منظر بيوضح لي الأطوال الموجية للضوء المرئي بيقول إن الضوء المرئي يشكل نطاقا من الموجات الكهروماناتسية والتي بتتراوح أطوالها الموجية ما بين 400 إلى 700 جزء من مليون من المتر ويعتمد لون الضوء المرئي على طول الموج يعني هنلاقي ان بتبدأ الأطوال الموجية من البنفسجي اللي طول الموجي تقريبا 400 جزء من مليون جزء من المتر وبتنتهي باللون الأحمر اللي بيكون طول الموجي 700 جزء من مليون جزء من المتر تعالوا نتكلم في الموجات القوية اللي بتحمل طاقة عالية وترددها عالي جدا واللي أولها الموجات فوق البنفسجي بيقول ان الموجات الكهرومانات التي تقع أطوالها الموجية ما بين 10 أجزاء إلى 400 جزء من البليون من المتر وتسمى موجات فوق البنفسجي اللي هي الألترا فيلوت ويبز وهذه الأطوال الموجية أقصر من الأطوال الموجية للضوء المرئي عشان كده احنا بندرش نشوفها كذلك فإن هذه الموجات تحمل طاقة أكثر من الطاقة التي تحملها موجات الضوء المرئي وتحتوي أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض على جزء صغير منها وهو الذي يؤدي إلى حرق الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس المباشرة فترة طويلة واللي بيحمينا منها طبقة الأزون زي ما احنا خدنا في الدرس اللي قبل الماضي في التلوث وحماية البيت ويؤدي طول التعرض لموجات الأشعة الفوق بنفسجية إلى تدمير خلايا الجلد فيما يعرف بسرطان الجلد ويحتاج جسم الإنسان إلى القليل منها عشان يبني فيتامين دال زي ما خدنا في أول جزء في الترمي التاني لما خدنا أن الجلد محتاج يكون فيتامين دال وعشان يكون فيتامين دال لازم يتعرض لأشعة الشمس ودي كانت فايدة من فوائد الأشعة الفوق بنفسجية لأنها بتساعد على تكوين فيتامين دال اللي بيساعد على بناء العظام والأسنات تعالوا نتكلم على الموجات القوية اللي بتحمل طاقة عالية جدا واللي هي الأشعة الصينية وأشعة الجامة زي ما قلنا أن موجات الطفل الكهروماناتيسي عبارة عن سبع أطوال موجية مختلفة بتبدأ بأشعة الجامة وبتنتهي بموجات الراديو هنتكلم دلوقتي على موجات الأشعة الصينية وأشعة الجامة اللي هي لها أكبر طاقة وأعلى تردد وأكثر أطوال موجية فإذا تعرض شخص لكسر في أحد عظامه فإن الإجراء الفوري الذي يتخذه الطبيب هو التصوير بالأشعة الصينية أولا لما يشتبه الطبيب في أن عندك كسر معين في جزء من العظام بتاع الجسمك بيقول لك بسرعة أعمل لي أشعة على الجزء دوت الأشعة ديت بنقول عليها الأشعة الصينية أو الإكس ري زي ما أنتم تعرف في المستشفيات بتعملي الأشعة ديت بتمر من خلال الجسم فبتخترق الجسم كله بتوصل للعظام وبتنعكس عن العظام لما بيجي الطبيب يبص على الرسم اللي عملت الأشعة الصينية للعظام بيلاحظ فيه فراغ صغير كده بيكون غالبا متلون باللون الأسود في النص في وسط العظام فبيعرف أن عندك كسر أو جزء مكسور في جلد في الحالة ديت بيبدأ يعمل لك الإجراء المناسب أما لو كان الجسم كله سليم فبتظهر الأشعة باللون الأبيض باللون الأبيض الفتح ما فيش فيه ببنى أي فراغات صودة وبالتالي بيكون الشخص في الحالة ديت سليم مما يجعلها مناسبة لتصوير أعضاء الجسم الداخلية أما أشعة الجامة فلها طاقة أكبر كثيرا من طاقة الأشعة الصينية ومن استخداماتها قتل البكتيريا التي تسبب فساد الأطعمة في الصناعات الغذائية بتلاقي على علب المعلبات زي التونة والسلمون والحياة ديت اللي بتقول فترة طويلة لها فترة صلاحية عالية بيقول عليها كده مبرة معقمة بأشعة الجامة يعني معقمة بأشعة الجامة يعني الحياة ديت قبل ما تتخزن في العلب المعلبة ديت بتعد عليها أشعة الجامة عشان تكتل كل البكتيريا اللي موقن فيها بعد وتسبب فساد الأطعمة دي يبقى إذن الأشعة الصينية بتستخدم في تصوير العظام وأشعة الجامة بتستخدم في قتل البكتيريا اللي تتسبب فساد الأطعمة أي لحفظ الأطعمة لفترة طويلة تعالوا نتكلم شوية عن نوعية الموجات الكهروماناتسية القديمة من الشمس بيقول لي أن معظم الطاقة اللي بترسيلها الشمس تقع ضمن الموجات الفاقب النفسجية والضوء المري والأشعة تحت الحمراء يبقى بتنحصر الموجات الكهروماناتسية اللي جاء بنا من الشمس في ثلاث أجزاء الضوء المرئي اللي احنا بنشوفه واللي بينور لنا الجو في وقت النهار والأشعة تحت الحمراء اللي بتسبب سخونة الجو بسبب ضوء الشمس والأشعة الفاقب النفسجية اللي بتسبب لنا مشاكل لو تعرضنا فيها الفترات طويلة علشان كده ممنوع التعرض للضوء الشمس في فترة الظهيرة عشان ممكن تسبب لسرطان الجلد زي ما احنا خدنا سابقا يبقى إذن الموجات الكهروماناتسية اللي جاء من الشمس بتنحصر في ثلاث أجزاء الموجات الفاقب النفسجية والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء وهذه الموجات جميعها تحمل الطاقة من الشمس لتنشرها في جميع الاتجاهات ويصل إلى الأرض جزء بسيط من هذه الطاقة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الغلاف الجو للأرض يعمل على امتصاص مغزم الأشعة فوق البنفسجية القادمة بالشمس ولمسؤول عن كده زي ما احنا قلنا فيما سبق جزء المسؤول عن امتصاص الأشعة الفوق البنفسجية اللي هو طبقة الأزون اللي موجودة في طبقة الاستراتوسفية قال تعالى وجعلنا السماء صقفا محفوظا وهم عن آيتها معرضون ولذلك فإنما يصل إلى سطح الأرض من طاقة الشمس هو ما تحمله الموجات الكهروماناتسية المرئية والموجات تحت الحمراء الشكل اللي قدامنا دوت بيوضح أن حوالي 49% من الموجات الكهروماناتسية التي تمبعث من الشمس تقع ضمن الأشعة تحت الحمراء و43% ضوء مرئي و7% بس أشعة فوق بنفسجية تعالوا ندون الحاجات اللي احنا تعلمناها في درس النهاردة جزء الأول هنتكلم فيه عن الموجات الكهروماناتسية واللي قلنا هي عبارة عن موجات يمكنها الانتقال عبر المادة أو الفراغ جزء اللي بعد كده هنتكلم فيه عن سرعة الضوء واللي قلنا بتوصل لحوالي 300 ألف كيلو متر لكل ثانية وسرعة الضوء في الفراغ بتكون أكبر من سرعتها في الأوساط المادية زي ما احنا خدنا في الزجاج بتوصل سرعتها 197 ألف كيلو متر كل ثانية وحدة قياس الطول الموجي هي النانو متر واللي بتساوي 1 من بليون جزء من المتر خصائص موجات الضوء الطول الموجي والتردد الطول الموجي عبارة عن المسافة بين قمتين متتليتين أو قاعين متتليين سواء كان الكلام دو للمجال الموناطيسة أو المجال الكهراب المتزبزب تردد عدد الاهتزازات التي يحدثها المجالان الكهراب والموناطيسة في الثانية الوحدة سعة الموجة اللي بتحدد مدى الطاقة التي تحملها الموجات سرعة الموجة بتتوقف على الوسط اللي بتنتقل خلاله شدة الموجة عبارة عن مقياس للطاقة التي تحملها الموجة واللي بيحددها مدى سطوع الضوء لو كان الضوء ساطع معناه انه بيحمل طاقة عالية لو كان الضوء خافت معناه انه بيحمل طاقة منخفضة في الأخير هنتكلم عن الطفل كهراب الموناطيسة واللي قلناه عبارة عن ترتيب الموجات الكهراب الموناطيسة وأكثرهم حملا للطاقة وأعلىهم في التردد وأقلهم في الطول الموجي بعدها الأشعة الصينية بعدها الأشعة فوق البنفسجية بعدين الضوء المرئي بعدين الأشعة تحت الحمراء بعدين موجات المايكرو ويف بعدين موجات الراديو في الأخير أتمنى أن كل الطلاب يكونوا استفادوا من الدرس اليوم وأتمنى التفاعل في حل الواجب على منصة كل سيرة إن شاء الله في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته